تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري أرون وانا بيساكا ظهير أيمن كلف منشستر يونايتد ما يقارب 55 مليون يورو واللعب أظهر قدرات جيدة في النواحي الدفاعية لكنه هجوميا قليل التأثير وقليل صناعة الفارق وخلق الفرص في الثلث الأخير صحيفة ميلور أكدت أن سولشاير طرب من إدارة من يونايتد البحث عن حل وحسب ESPN فالحل مش بيع بيساكا بل جلب ظهير أيمن ينافسه ويدفعه للعب بشكل أفضل من يونايتد قد يذهب لخيار بعد دالوت حسب ميرور سريحا ليؤمن سيولة لشراء صفقة الظهير الأيمن علما أنه لازم ما ننسى أنه الفريق كان يحاول يشتري سانشو في الصيف الماضي واللي حيلعب بالجناح اليمين وهون حيلزمك خلف هذا الجناح المبدع ظهير أيمن دفاع الطابع مثل بيساكا بيعطي توازن على الجهة وأيضا حيستفيد من رقابة الخصوم لهذا الجناح الخطير فبالتالي ممكن يتحسن حتى الظهير الأيمن هجوميا لوجود جناح مميز مبدع أمامه لكن تأخر صفقة سانشو خل جهة سلشاير اليمنى نقصة بوضوح خلها جهة غير فعالة هجوميا إلا بالخيارات الفردية فقط فبالتالي يبدو أنه احتمال نشوف من يونايتد بيشتري ظهير أيمن ينافس بيساكا بس بالنسبة لكم وبالنسبة لرأيكم مين الظهير الأيمن اللي لازم يشتريه الشياطين الحمر؟ ترجمة نانسي قنقر